السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالك شاء الله خارقة طيين كثير قالوا يا عيسى قول قصص الشي اللي انتم ما تعرفون عني ترانا باعرف يعني اقول لكم قصة باحبوكة من الى يعني فاهم فا شاب اجرب اقول لكم قصتي مع ونبيس شاب انا ليش تبعت ونبيس كيف تبعت ونبيس كيف انحرق عليه ونبيس ايش الاسباب يا شاب اللي خلت خلت ونبيس ينحرق عليه طبعا قبل سنة يا شاب سفرت مع اخوي خط يا شاب ممكن اربعة عشر ساعة رحنا يا شاب من المدينة المنورة الين تبوك بعدين لفينا الشرق المملكة يا شاب طبعا قاعدين سولف سوليف مرة كثير والسوليف خلصت يا شاب وشبنا سوليف يا شاب قاعدين نكذب على بعض السوليف انتهت فا صراحة يعني يعني كيف اقول لكم انا من النوع اللي ما احب افك سوليف الانيمي مع الشباب لانت تعرف الذك النوعية يا شاب انا اصحابي اذا انت بعت انيمي معناتها انت ورع او ماي جاد نفسي اقول لهم ترى والله الانيمي شي غرافي الانيمي زي الافلام والمزلزلات لا انت ورعي وقلت الخوي بعد ما خلصنا السوليف وطويشنا من السوليف تمام قلتوا يا خلنا نقول ان اسم خالد تبعت انيمي كهانتر كسانتر قل لي يا راجل والله انه انيمي عظيم ومدري ايش وقاعد يمدحلي القصة يا شباب وقونه كيلو يا شباب وعصابة العنكبوت اتشفت ان خوي خالد ذا مصيبة يا شباب يحب الانيمي بدرجة منه طبيعية اتشفت انه مره يعشق وانبيس وانا على عكس له احب اتاك اكبر فاهم يعني تعرفون اتاك ولو انبيس ما احب مقارنة بين الانيمي للامان لان المقارنة تفسد يا شباب صراحة الانيمي اتاك حلو وانبيس حلو تمام طبعا قاعدين نسولف نسولف اشياء مره كثير تمام قل لي ايش الافضل الانيميات عندك وقلت لي والله روكو نوباسكت حلو وهيوكو ودث نوت يا شباب بلاك لوفر وقل لي عيسى غريبة يعني هونبيس مين من ضمنها قلت والله صراحة هونبيس طويل الف حلقة وتمطيط يا يا شيخ كل ما حاولت اني اتفرج يجيني النوم والله يجيني النوم ما قدرت يا اخي تفرج هونبيس قل لي والله عيسى اه معك حق معك حق هونبيس تمطيط يفق على القلب بس اذا تبغاني يقول لك القصة من ابدال انهاية بكيفة وحرفين قل لي القصة من ابدال انهاية قل لي ان اللحية البيضاء يموت انقاس يموت يا شباب وقل لي من هو ابو لوفي يا شباب اللي هو دراجون حق الثورية حلو وقل لي والله كل ما مستحيل انساها يا شباب قل لي الآن لوفي يمتلك اقوى طاقم في العالم معاه زورو راح يكون افضل سياف في العالم فرانك يوروبين اه يعرفون يا شباب كيف يسوون استلاح السر للعالم اللي انا لسا ما ادري شوه تمام طبعا في اشياء كثير يعني ما قال علي طبعا تعرفون ما شاء الله بحر طبعا مرت الايام ومرت الشهور يا شباب قاعدت تتابع بيتر كولسول تمام تتابعته بشغف وحبي يا شباب وافضل شخصية عندي كانت كيموكسر يا شباب والمحقق سول قد مني يا شباب شخصية فخمة وتشاك عشت ايام حلوة يا شباب مع بيتر كولسول ايش اللي صار بعد ما خلصت بيتر كولسول تعرفوني متابعون مسلسل وتحبونه او انمي وتحبونه حب مو طبيعي تعيشون مع اوقات سعيدة كده عزلة بعيدا عن الناس تروقون اذا شفت المسلسل هذا اول انمي دا تحس بسعادة تحس انك انت شخص مرتاح تحس خلاص ما عدت تبغى شي بس تجهز اكلك وجبتك شاهي قهوة اي شي قدامه يتفرج مستمتع متعة ما بعدها متعة هذا الاحصاص يا شباب يعني شفت هذي يا شباب كنت عيشة يا شباب مع بيتر كولسول عشت ايام مرة حلوة بعد ما خلصت المسلسل حسيت بلحظة فراغ دامت شهرين حلو يوم من الايام كده وانا قاعد اقلب التكتوك حلو الا اشوف مقطع وجيه يوم قاعد يصارخ يقول احرقوا علي احرقوا علي هذا الشخص هذي اللقطة ورب الكعبة خلتني اتابع ومبيس من بعدها يا شباب انا اتبعت ومبيس من الحين بتكلم لك عن ومبيس ورأي يا شباب من الحلقة الاولى يلين حلقة 450 ابدأت ومبيس من الحلقة الاولى يلين تقريب ان حلقة 200 انا قاعد اغصب نفسي عن ومبيس يلعن ام القرف يلعن ام التمطيط يا شباب حلو اول ارك يا شباب اول قصة اللي هو بحراء الزرق الشبالي مورغن يا شباب حلو باقي يقلع ام القرف الابدي والله اني ما انساها اول يعني اول قتال لوفي حقيقي خلنا نقول اللي كان ضد يا شباب ارلونغ حلو قصة نامل حزينة الاسطورية يا شباب والله ما انساها بس كان قتال لوفي يا شباب ضد عصابة ارلونغ تماما كان لوفي كده وقسمت له يلوح بالسيف كان قتاله غبي يرفع الضغب ايش فيه لوفي معارش يستخدم يا شباب قوة ومعارش يستخدم باقي في الشيطان اللي معاه مغصني وانا اتابع يا شباب حلو القتال جاني مغص يعيش القرف ذات لكن ملمتم قلت الانمي قبل عشرين سنة وممكن اكثر حلو يعني منتجه وصوه تماما اكيد فيه اغلاط والله قلت ايسا اصبر الانبيز بان خلصنا يا شباب من قصة الازرق الشمالي حلو بدين بيرحون لقصة ارك ارابيستة يا شباب حلو مين هم اصحابه ايش البلاها اودا ايش قاعد تسوي يلعن ام العطبة يعني اني بتعلقني في حوت بتعلقني في حوت قصة في حوت يا شيخ دز امها يا اودا تراك والله كريه يعني ايش يعني بتسوي قصة دراما للحوت يلعن ام القرف هذه كانت ردد فعلي يوم شفت قصة لابون قصة لابون وما بعد لابون اللي هو يا شباب ارك ارابيستة يشاب وقتال يا شباب ارابيستة حلو كروكودايل ضد لوفي مغس ابدي يا رجل لوفي تصفق اربع مرات ما انساها والله تصفق اربع مرات جاي يموت اربع مرات اول قتال بين كروكودايل اللوفي يا شباب حلو انقطروا به وقالت ما هو سر عائلة ديل حد الحين انا ما ادري اش سلفتهم واش السر يا شباب ما وضح لي قد هنا تقاتل برة ثانية يا شيخ لوفي ضد كروكودايل كروكودايل فقع وجهه مرة ثانية كروكودايل دعس دعس الارض كل شوية لوفي قاعد يكون خلاص بيموت يا شباب وما يموت يا الله يلعن امه المغس يلعن امه التمطيط انا يا انفقع قلب المرة الرابعة زي ما تعرفون اتصفق يا شباب حلو خلاص انا من اارك يا شباب انا بست اروح لجزيرة السماء جزيرة السماء يعني حرام ينيل يا شباب شخصية فخمة يا شباب فاكهة اسطورية القتال البيض اللي بينه وبين لوفي يعني انتو تعرفون يعني اذا شفتوا انبيس بس انت تعرف الاشياء اللي انا اتكلم عنها فجأة كذا شاب لوفي معا كورة من حديد من ذهب كذا يفقع وجئيني الكيف ما تدري معا لوفي مرة ضعيف مرة ضعيف بس عنده قوة الاسرار قوة العزيمة يلعن ام القرف يلعن ام القرف يلعن ام القرف يلعن ام القرف والله ما انساها بدلي اجبرت نفسي يا شباب والله اني اجبرت نفسي اني اتابع امبيس غثني ترفونش معنا كلمة غثني 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 مرة غثني ما بدي تستمتع ما بدي تستمتع وكل الناس كانت تقولوا لي عيسى افتح بث وانت التابع امبيس افتح بث اخي انا كنت افتح بث اطفش في اشياء كثير ماني فهمها في اشياء تمطيط لوفي مرة يا شاب يعني مخلينو محظوظ بدرجة مهي طبيعية يتصفق ويرجع يتصفق ويرجع يتصفق ويرجع ثم بعدين اخر شي يصفق انا ما غصت والله انا ما غصت يا شاب طيب الحين يا شاب وصلنا تقريبا حلقة كم حلقة 230 من الحلقة واحد الينا الحلقة 230 انا من مغص حرفيا يا شاب حلو بعد 230 بعد 230 وبالضبط 37 اذكرات اه بدت المتعة يوم وصلنا ارك انيس لوبي وقصة روبين وفرانكي يوم انضم واسوبي يوم سحب يا شاب على الطاقم وماي جاد يا شباب يا الحماس احداث خلف احداث واسوبي ليش تحب على الطاقم لانه كان مر يحب السفينة وعشقها واكتر واحد كان يصلح السفينة واسوبه بدت تظهر شخصيات شاب بدت تظهر شخصيات لوفي بدت تظهر شخصيات صور وحلو سانجي لحد الحين ما نظهر شخصياتي واضح منه خروف يا شاب سانجي والله يا شاب يعني وده يعني ما صح فيه الارض انا هنا بديت اخذ جو مع ومبيس بعد 237 حلقة من ومبيس انا بديت استمتع انا بديت ادخل جو فبديت احرك حلقات حرق حلقات 10 حلقات في اليوم اشترين حلقة في اليوم يا شاب ما بدت يعني اجمع يا شاب والله الاحداث تمام بديت انسى الاحداث من كثير ما احرك حرفيا يعني تخيلوا في اليوم متابع 10 حلقات ايش فيه والله ما اجمع احداث لو تموت اول مرة احس اني متحمس في ومبيس وقسم انبيات الله يوم اسوبه يوم لوفي قل اسوبه يا شاب حلو احرك علم البحرية يا شاب هذيك اللقطة قشعريرة عبدية أنا من هنا يا شاب بديت تحب أم بيس حرفياً ما بديت أحرق 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 يا شاب والقتلات كانت مرة ممتعة كنت خلاص يعني أم بيس وصل يعني قمة حماسه قمة ضروته تمام بعد ما خلص الشباب أرك أن يسلوبي تمام وخلص يا شاب القتال وكل شيء أدري يا شاب أني قاعد أسرع في الأحداث تمام لكن في شيء مرة عجبني تذكرون قصة الحوت لابون يوم جاء أرك يوم يضموني يا شاب فيه بروك حلو أوماي جاد وبروك ربطوه في قصة لابون الحوت أنا هنا عرفت أن أودا مجرم أنا هنا عرفت أن أودا محنك يخرب باته يخرب باته بعد ما يقالب 200 حلقة يا شباب ربط قصة لابون بروك أنا شعر يقسم بالله يا شاب تعرفون القشعريين اللي هنا إن شعر يدك يوقف شعر راسك ورب الكعب أنه يقف ورب الكعب عرفت أنه أودا مجنون صرت أحرق أكثر كنت أتفرج عشر حلقات صرت أتفرج خمسة عشر حلقة في اليوم حياتي صارت عنون بيس أنا صرت أصحب على يوتيوب بعض المرات ما نزل مقاطع تحصني يا شاب من بطع في السرير وقاعد تفرج وإلى على البيسي قاعد تفرج جاء أرك أمبل داون أوماي جاد قتال تيتشو إيسي شباب حلو يوم إيسا يعني أنقبض عليه من من تيتشو تيس قدموا للحكومة أرك أمبل داون لا إلهة إلا الله يا شباب لوفي يوم يخترق يا شباب الأمبل داون أعظم سجن على مرة تاريخ أنا دخل الجو يا الله من يقدر أوقف والله من يقدر أوقف حلقة ورا حلقة حرق ورا حرق حرق ورا حرق لوفي قاعد يقتحم أقوى أعظم سجن في المنبيس أعظم سجن في البحرية عشان إيس عشان ينقذ أخو إيس واللوفي قاعد يواجه هالأعداء اللي قابلهم يا شباب في الأركات السابقة والقصة السابقة اللي هو كركودال ومستر باق يا شباب ومستر تنيه حلو وبونتشان يا الله بونتشان بونتشان شخصية قسطوية شخصية ولا غلطة إلا أنه يا شباب من ذلك الفئة اللي أنا ما أبذكره بتمام اللي يرفعون ضغطي حلو أنا يا شباب من اللحظة يعني من اللحظة هذا يا شباب بديت خلاص يعني أونبيس أوو لعتني ناقلني أونبيس والله بديت استمتع يا شباب بديت أركز في الأحداث مية بالمية أول كان تركيزي كذا بس بتابع كذا حلو من حلقة واحد لمثانة وثلاثين يع قرب بس أني أبتابع أونبيس ما عندي شيء أبتابع أونبيس بعد مثانة وثلاثين بعد أرك أني سلوبي بالضبط حلو إليين الامبل داون يا شباب والمريم فورد أوو ماي قاعد يا شباب أوو عياد حبيت أونبيس أكثر وكثر وكثر صراحة بيني وبانكم الحين قلت عيسى والله أنا ما رأى أحرق أونبيس أونبيس هذا عمل عظيم ماينفع أنك تحرقه أونبيس أفضل شيء أفضل نظام أنك تسويه أنك تتابع حلقتين أو ثلاث حلقات بالكثير يعني ساعة من يومك تخليها لأونبيس صراحة يعني فصرت أبث بشكل يومي يا شباب حلو أنا المتابعين أونبيس حرب القمة اللحية البيضاء ضد البحرية يا شباب اليوغى اللي هو قاركة المارينفورد واو 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 حداف خرفية يا شباب ع building يا شباب تبحيات عالمية الدهاية يا شباب من البحرية من سنقوكو يا شباب وقارب الكري يا رجل قارب غثية حرام عليك يا رجل حرام أنقذ يا شيخ إس بما أنك قوي بما أنك وحش بما أنك سطورة يا أخي أنقذ يا شيخ أنت مربي ومن هو صغير حلو صح أنه مولدك بس يا أخي أنقذ يا أخي يا أخي هذي جخصية عظيمة أنا مدري مين راح يذبح إيس يا شواب تمام أنا مدري الأحداث اللي قاعدة تصير أوكي أدري أن راح يموت أدري يا شواب أن اللحية البيضاء بيموت بس إيش بيصير يا شواب ما أدري حلو مين يذبحوا ما أدري صراحة صراحة يا شواب الحمد لله أنا قررت أني أتابع ونبيس والله صارت عندي ساعة في اليوم الوين بيس